يريد في خدمة كل واحد أن يعطي الأولوية رب العمليش أثرة القراءة وإن العمليس لنا ما نعطيه لله ولا حتى ما نعطيه للناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يقول لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت للولادة وقت وللموت وقت للغرس وقت وللقلع وقت لكل شيء تحت السماوات وقت الإنسان الحكيم يعمل كل حاجة في الوقت المناسب يعني إيه؟ يعني مثلا من جهة الكلام مصمت يتكلم حين يحسن الكلام ويصمت حين يحسن الصمت يتكلم لما يفتح الله فمه بكلمة طيبة ويسكت حينما يكون الاشتراك في الكلام خطية من الخطايا يعني يعرف إمتى يتكلم وإمتى يصمت ما يقول شيء مثلا إن كل صمت فضيلة لا في أنواع من الصمت مش فضيلة بل في أنواع من الصمت خطية أو يصمت حينما يخاف التعبير عن إيمانه مثلا أو يصمت حينما يعتبر صمته موافقة على شيء مش مزبوط ولكن في أوقات أخرى يبقى الصمت فضيلة شوفوا في أمثال ستة وعشرين آية أربعة وخمسة آيتين يبدو أنهم ضد بعض آية منهم بيقول لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله أنت يعني تبقى زي والآية اللي بعدها على طول جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه يعني إيه كلام ده مرة يقول لا تجاوب ومرة يقول جاوب حسب حكمة المناسبة إذا كنت لما تخش مع الجاهل في كلام من نوعه تبقى أنت بقيت أنت وهو واحد يبقى في الحالة دي ما تتكلمش وإن كان لو سكدت ما تكلمتش يبدو حكيما في عيني نفسه ويبقى أن هو منتصر ورأيه مزبوط يبقى تفحمه بكلمة يبقى للكلام وقت وللصمت وقت مش كل وقت الواحد يتكلم فيه ومش كل وقت الواحد يسكت فيه ساعات كلام الإنسان يكون دينون عليه أمام ربنا ساعات كلام الإنسان يجيب مشاكل لا حصرة لها ويقول يا ريتني ما تكلمت وساعات صمته يجيب مشاكل ويقول يا ريتني اتكلمت لكن نقول لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السموات وقت الإنسان العاقل يكون زي ما بيقول الكتاب الحكيم في عيناه في رأسه أما الجاهل فيسلك في الصلاة قبل ما يقول أي كلمة يشوف الكلمة دي رايحة فين نتيجها ايه تأثيرها على نفوس الناس ايه هتجيب شر هتجيب ضرر هتجيب خير ويوزن الكلمة قبليه عشان كده بيقول ليقوم كل إنسان مسرعا إلى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب يعني مبطئ في التكلم يعني يوزن الكلمة كويس قبل ما يقول لأن الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان نفس الكلام نفس الكلام به تتبرر وبه تدان لما تتكلم الكلمة في وقتها في مصلحتها يبقى بتتبرر تتكلم الكلمة في غير وقتها تدان عشان كده الحكيم بيقول تفاحة من زهد في مصوغ من فضة كلمة مقولة في وقتها كلمة مقولة في وقتها يعني في الوقت الحسب خد مثلا من الكلام العتاب للعتاب أيضا وقت في وقت تيجي تعاتب فيه إنسان يكون مش محتمل أي كلمة وتخسره بعض وفي وقت يكون صافي ورايق وعنده استعداد لسمع كلامك تعدبه ما يجراش حاجة فيجي واحد يسأل يقول العتاب حرام ولا حلال أقول لا لكل أمر تحت السماوات وقت لما تعاتب في وقت مناسب تجيب نتيجة في وقت غير مناسب ما تجيبش النتيجة بأسلوب كويس يجيب نتيجة بأسلوب مش كويس ما يجيبش النتيجة لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت واحد يكون تعبان ومتدايق وزهقان وإنت تجي تطلب منه طلب وهو تعبان وزهقان يقول لك سبني دلوقتي يقول له لا أسيب أسيبك ازاي أنا أعزل الوقت يروح خبط فيك لكل شيء تحت السماوات وقت انتهز فرصة يكون إنسان مستعد لسماعك وقول له اللي انت عايزه لكن إذا كان واحد مش مستعد للسماع يبقى مش وقته أجلها ليوم تاني أجلها ايه؟ ليوم تاني لكل شيء تحت السماوات وقت تيجي ست لزوجها يكون معذور وتعبان ومش عارف يسدد ديونه ازاي ويكمل بقية الشهر ازاي وتيجي تطلب طلبات يقول له ده وقته طب لما نشوف بس نسدد اللي في ايدينا اطلبي في وقت يستجاب طلق لكن مش الواحد يطلب طلب في وقت معقد مجيش كده لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت حتى المصالحة مع الناس يختار لها الوقت الصالح اللي فيه استعداد في القلب ليك يعني شوف رفقة قالت لابنها يعقوب اهرب دلوقت الخالق لبان الى ان يرتد غضب اخيك دلوقت مش وقت انك تتفاهم فيه مع اخوك وهو في حز غضب انتظر مد الى ان يهدأ ايه غضب اخيك وتلاقي الوقت مناسب انك تتكلم معاه فين لما جه الوقت المناسب يعقوب قابل عيسو وامكن ان اللقاء يكون فيه جو مودة ولو كان قابله قبل كده بعشرين سنة كان عيسو قتله هو نفسه قال كده الاقوم واقتل يعقوب اخي ساعة الشر ابقت شوية مش وقته هو مشكلة الناس في الشر اللي بيتزايد ايه في عز الغضب الكلمة اقصتها كلمة والتانية اقصتها كلمة والنار ازدادت بينما واحد زعلك اسكت شوية وعدبه بعد مدة بعد ما يهدأ غضبه شوية لان لكل شيء تحت السماوات وقت لسه ما جاش الوقت ما تحسبش على كل كلمة في ساعتها الحساب ده ليه وقت مش دلوقت ده ربنا نفسه ما بيحسبش على كل حاجة في وقتها ده هيحسب بعدين لما يأتي اليدين كل واحد حسب ما يكون عمله لكن دلوقت يا ربنا سايب حاجات كتير لكل شيء تحت السماوات وقت لو الانسان مشي على القاعدة ديه ما يغلطش كتير بينتهز لكل حاجة وقتها بيقول للكآبة وقته وللفرح وقت هو غلطة الناس ان واحد يكون له طبع ثابت ما بيتغيرش اما باستمرار مكشر لباستمرار سايب على بغضه لكن لكل شيء تحت السماوات وقت وللجد وقت وللمزاح وقت لكن لو بقى كل الوقت جد يتعب الناس ولو كل الوقت مزاح ما يجبش النتيجة لكل شيء تحت السماوات وقت عشان كده في رمي 12 يقول ايه فرحاً مع الفرحين وبكاءاً مع الباكين يعني فيه وقت تفرح فيه مع الناس وفيه وقت تبكي معهم لكن تقابل واحد تلاقي طول عمره مكشر ويقولك انا اتميز بالجدية في سلوكي جدية هي دي جدية دي دي عكنانة والغرابة اللي ماشي بالشكل ده عمره ينبسط شوية عمره يفرفش شوية جدية على طول ما تنفعش ما تنفعش الجدية لها وقت والمزح له وقت والترفيه له وقت والحزم له وقت لكل شيء تحت السماوات وقت لكل شيء تحت السماوات ايه وقت والانسان الحكيم هو اللي يعمل كل شيء في الوقت الصالح المناسب ليه يعني الطيبة ليها وقت والحزم ليه وقت واحد يبقى طيب على طول لغاية لما الناس يلعبوا بيه الكورة ده ما يبقاش طيبة دي ولا يبقى حازم على طول لدرجة ان الناس ينفروا منه ومن حزمه مجيش كده لكن للطيبة وقت وللحزم وقت عشان كده تجد المدرس الناجح في المدرسة لهو جد على طول ولا ضحك على طول انما ماسك مشاعر الاولاد في ايديه مرة يضحك معهم ومرة جد مرة شرحوا كله معلومات ومرة كلمتين لطاف مع الاولاد ومتلاقي شعرين بان الاستاذ ده استاذ بيراعي مشاعرهم وماشي الاب والام في البيت برضو الطيبة ليها وقت والحزم ليه وقت ام الولد ما يطلعش معقد في حياته من تدليل مدر او من حزم زايد مدر لكل شيء تحت السماوات وقت السيد المسيح كان كده برضو ازاي خدوا مثلا السيد المسيح في الصفح وفي العقوبة مرة يقول للمرأة القاطئة وانا ايضا لا ادينك اذهبي بسلام مرة ومرة يمسك الصوت ويطهر الهيكل ويطرد الباعة جد وحزم مرة مع التلاميذ في منتهى الحب ويغسلهم رجليهم ومرة يقول لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معثرة ليه مرة السيد المسيح يبتد العزة بتاعته بالتطويبات ومرة في متة 23 مع الكتب والفريسيين بالويلات الويل لكم ايها الكتب والفريسي المرأوم يستخدم لكل حاجة وقتها للطيبة وقت وللحزم وقت للشدة وقت وللتسامح وقت للمغفرة وقت وللعقوبة وقت لو مغفرة على طول الحكاية تبقى سايدة يصل الناس للتسايد لو عقوبة على طول الناس يتعبوا الانسان الحكيم يعرف امتى يصفح وامتى يعاقب امتى يضرب وامتى يطبط لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت بس تعرف متى ومتى في وقت من الاوقات بطرس الرسول يقول للرعاة انه كنتوا تشفقوا على الرعية تشفقوا ايه على الرعية ووقت تاني يضرب حنانيا وسفيرة ضربة ينزلوا ميتين في وقتها لكل شيء تحت السماوات وقت والانسان الحكيم والانسان الحكيم هو اللي يستخدم كل شيء في وقته ما يكونش في كل تصرفاته صورة بالكربون على طول باستمرار عقوبات باستمرار التسابع لا مجيش كثيرا باستمرار حزم او باستمرار لطف لكل شيء تحت السماوات وقت حتى على الالف التربية لا ترتبك الامور امام الصغار اني لقين معاملة واحدة انغلطوا نفس المعاملة ان مش يصح نفس المعاملة مفيش تفريق ما يعرفوش يفرقوا ناس كتير يسلكوا في التواضع ويقول انا تعبت لانه مش فاهم مش فاهم يعنيه التواضع ومش فاهم ان في وقت من الاوقات ممكن يبقى تحت كل الناس وفي وقت من الاوقات يبقى جريء وشجاع وقوي هل التواضع يمنع القوة لا ما يمنعش بس اقصد قوة روحية مش يعني قوة يعني بطش او عنف لا وتلاقي انسان متواضع جدا وقوي الشخصية جدا زي السيد المسيح كان متواضع جدا ده اخلى ذاته اخلى شكل عبا وقال تلموا مني فاني هو اديع متواضع القلب ولكن في نفس الوقت كان قوي الشخصية لو بص الواحد كده يبسوا ما كانش حد يقدر يتطلع لعينه لما يبص ولما كان يوبخ كانش حد يقدر يوقف اصاد ابدا في قصة المرأة القاطئة لما يوبخ الكتب والفريسيين وقال لهم من منكم بلا خطيئة كله حققت بعضه ماشي 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 كيف يمكن ان الانسان يجمع بين التواضع وبين قوة الشخصية هل متواضع يعني الناس يتحكوا عليه يعني الناس يتمقلسوا عليه يعني يخدوه هزء اليهم هو ده التواضع لا التواضع شيء وقوة الشخصية شيء تاني لكل شيء تحت السمات وقت فيبتدي الانسان يرتب حياته وهنا لا يكون بين الفضائل نوع من التناقض انما بينهم ايه نوع من التكامل نوع من ايه من التكامل فضيلة تكمل فضيلة تلاقي انسان فيه كل الفضائل مع بعض طيب جدا جدا وحازم جدا جدا لطيف جدا جدا وممكن يوبخ وممكن يعنف صفوح جدا وبرضو ممكن يعاقل لكل شيء تحت السمات وقت لكل شيء تحت السمات وقت قمنا بص نلاقي الصورة متكاملة واحد يقول لك انا عارف فيلم طيب جدا وبيغفر حاجات كتيرة لكن المسألة دية لابد يعاقف فيها ليه؟ عشان الحكاية ما تبقاش سبهلالك لكل شيء زمان ولكل امر تحت السمات ايه؟ وقت للعمل وقت وللراحة وقت فيه انسان تلاقيه نشيد جدا جدا ويشتغل طول الوقت وما يديش لنافسه راحه يجي وقت ينهار الطبيعة هي الطبيعة ممكن ربنا يغفر لكن الطبيعة لا تغفر للعمل وقت وللراحة وقت ولذلك ربنا الستة ايام في الاسبوع تعمل ويوم لا تعمل عملا للعمل وقت وللراحة ايه؟ وقت الله الذي خلق هذا الجسد عارف مثاله عارف طبيعته عارف انه يحتاج لراحة عارف يحتاج ليوم في الاسبوع عشان كده المسيح قال السبت وجد لاجل الانسان وليس الانسان لاجل السبت ده ربنا مديك السبت مديك يوم راحة في الاسبوع من اجلك انت مش تقول وصية صعبة مش قادر عليها دي كويسة ليك للعمل وقت وللراحة وقت الانسان اللي يستريح وقت العمل يبقى غلطان والانسان اللي يعمل وقت الراحة يبقى غلطان والانسان اللي يوزم نفسه بين العمل والراحة يعيش بضمير سليم ويعيش بصحة سليمة كل شيء ليه وقت ولذلك ايضا الانسان الحكيم بيقدر يوزع وقته توزيع مضبوط يقدر يوزع وقته توزيع مضبوط دي الوقت ده للكنيسة الوقت ده للروحيات الوقت ده للشغل الوقت ده للبيت الوقت ده للترفية الوقت ده للنوم الوقت ده للأكل لكل شيء تحت السموات وقت يمشي مضبوط إنسان تلاقي ناجح في عمله فيقعد يشتغل على طول على طول على طول لغاية ده يجي وقت يقول لك في اللم ده وقع وقع ازاي جسمه بخدش راحة فرح وقع يقول بينما ده كان مخلص ده كان كوي قال له احنا بنقول حاجة مخلص مخلص وقامين في عمل وقامين في عمل وجاده مقده لكن لازم للعمل وقت وللراحة وقت غالبية الناس لا ينظمون وقتهم عشان كده بيبقوا ضيعين ضيعين في حاجات كتير ضيعين لأن مش عارف ينظم وقت مش عارف يدي لكل حاجة وقتها هو كون انك انت مخلص لعملك يمنع انك انت مخلص لأسرتك كون انك انت تبقى مخلص لعملك يعني تشتغل طول النهار وترجع لزوجتك بالليل الساعة 12 اللي وحدة تلاقيها نامت وأولادك ما يشوفكش مين قال الكلام ده لكل شيء تحت السماوات وقت للشغل وقت وللعيلة وقت وللزوجة وقت وللأولاد وقت والأمورك الاجتماعية وقت والحياتك الشخصية وقت واللراحتك وقت والعباتك وقت تنظب وقتك تبقى مظبوط افرده جبته وزير تخطيط ولا وزير خزانة ولا وزير مليء معرفش من اختصاصات مين دي وخاد الميزانية كلها حطها في حاجة مهمة وسبب الباقي يقول له لا زي ما بتدي ميزانية للتعليم بتدي ميزانية للتصليح الشوارع وللبلدية وتدي ميزانية الوساء للمواصلات وتدي ميزانية لكل المسئوليات الأخرى كل حاجة لازم تمشي مظبوطة بتوازن عملية التوازن دي عملية كويسة لكل شيء تحت السموات وقت للسرعة وقت وللبطء وقت في مسائل لازم تتحل بسرعة وان محلة هش دلوقتي وفي اللحظة ممكن التباطق فيها يكون راحت فرصتة وانتهت وتيجي تصلحها بعد كده ما تعرفش وتلاقي الدنيا خربت وتعقدت لازم تصلحها بسرعة وفي مسائل عايزة دراسة وعايزة بطء فلو كان واحد بقى من الطبيعة اللي يشتغل على رواقه وبطء مهما كان ويقول في التأمن السلامة طب ما ممكن ان على بالما يتأمنه المشاكل المشاكل ما بتتأمناش بعاه يا رخ يجي يحل المسألة يقول له تعيش انت خلصت بقى واحد مريض وعايز علاج دلوقتي تيجي تقول له في التأمن السلامة تأمن ايه انت لو تأنت دلوقتي بعدها بشوية تلاقيه في غرفة الانعاش ولو تأمنت شوية يبقى هتلحقه انعاش مش هتلاقيه المسائل عايزة ايه لكل شيء تحت السماوات وقت تعرف امتى تتباطئ وتدرس وتفحص وتمحص وتراجع وتشاور وامتى لازم تبت بسرعة لازم تبت بسرعة في بعض بلاد تباطئة الكنيسة على بال ما ترعاهم في المهجر على بال ما راح اتملقتهمش لقيتم اتجوزوا اجانب وخلفوا اجانب وقول حكاية تدور عليه ما تلاقهوش كانت عايزة سرعة ضروري وابتديرنا نعالج فيها بنتعب على بال ما نوصل لكل شيء تحت السماوات وقت للتشجيع وقت وللتوبيخ وقت للعفو وقت وللعقومة وقت للزرع وقت وللحصاد وقت للهدم وقت وللبناء وقت شوفوا ربنا وهو بيكلم ارمية النبي عن رسالته كلام عجيب او بيقوله ايه في كل الحاجات بيقوله انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس عشان تقلع وتغرس عشان تهدم وتبني امتى لكل شيء تحت السماوات وقت في وقت تقلع فيه تقلع النبات كده ترمي وفي وقت تغرس في وقت تهدم وقت تبني مش تقولي يعني اخدنا التصريح بالهدم لا هدم يعني ايه يعني زي بيت قايل للسقوط بتهدم وتبني بيت على اساس جديد لكن مش تروح تهدم بيت كويس لا تهدم وتبني بتهدم طبع وحش وتبني طبع كويس زي اللي الموت وقت واللي حياه وقت هي المعمودية ايه دفن وقيام موت انسان عتيق حياة انسان جديد لكل شيء تحت السماوات وقت لكن ما يمشيش الواحد باسلوب على طول لكل المناسبات لا للبسخ وقت وللخمسين وقت لألحان الحزن وقت والحان الفرح وقت الكنيسة بترتبها كل شيء له وقته للصوم وقت وللإفطار وقت يجين واحد جايلي من أمريكا ولا جايلي من مهجر يقول عايز اتجوز يقول يا حبيب ده احنا في الساب الكبير يقول انا مالي اجازات للزواج وقت والعدم الزواج وقت خليك عائم لكل شيء تحت السماوات وقت دا اكام انه جاي من امريكا عايز كل القوانين الكنسية تتأمرك معا لا يا حبيب قوانين الكنيسة ليها وضع معين وما نقدرش في وقت الصيام نصلي بألحان الفرح وما نقدرش نعمل لك جواز بألحان الحزن كل شيء تحت السماوات وقت وما نقدرش نديك تصريح انك تفتر في وقت الصوم الكبير ويقول لك لا يستطيع بانو العرس ان يصوم مدام العريس معه هديك عريس معه يبقوا ما تصوموش تصوموش في الصيام الكبير يبقى كنيسة لخبط نظامها عشان خطرك لكل شيء تحت السماوات وقت ولذلك ارجو من اولادنا في الخارج انهم لازم يختاروا الوقت المناسب اللي يجوزوا فيه تقول لي اجازاتي اختار الوقت المناسب لاجازاتها لكن ما تبتديش حياتك الزوجية بكسر القوانين الكنسية يبقى الزوج مبارك منين ده لكل شيء تحت السماوات وقت عشان كده فيه حاجة يسموها سياسة الوقت المناسب او حكمة الوقت المناسب الواحد يعمل كل حاجة في الوقت المناسب الوقت المزبوط واحدة تيجي تعيت وتقول انا طلبت حاجة من زوجي ورفض وتعود تعيت بتعيتي ليه بدي جاي استطلبت منه في وقت غير مناسب انتهز وقت مناسب كده يكون مفرفش ومبسوط واطلب الطلب اللي رفض في وقت يوافع عليه في وقت تالي زي انا كل موجود وضروف كتير حوالي خمسين ستين واحد حواليا واحد يقول لي ممكن اقول لك كلمة خاصة كلمة اي او واحد يقول لي عايزك يا سيدنا في نص كلمة قلت له عايزك ادي كلمة يا سيدنا ادي كلمتين في نص كلمة ادي ست كلمات يبقى زي نص كل موضوط ست كلمات طب يا ابن انتهز وقت نكون فضين في وانكلمك انتهز وقت نكون فضين في وانكلمك او واحد يكون مستعجل ورايح مشوار وخلاص ولمعاد رايح ورايكل في العربية ويجي الواحد على العربية يقول تسمح مشكلة عايزك تحلها طب انتظر لما ارجع لا 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 النادي مستعجلة جدا يا ابني وراي مشوار لا مش ممكن لا 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 ها يضطر واحد يروح سحبه كده يقول تعالى بس لما نتفهم معاك على بالمع العربية يمشي وهم مش معقول انتهز الوقت المناسب اللي تعمل فيه عملك ده ربنا وعد الانسان بالخلاص لكن متى خلصه في الوقت المناسب في ملء الزمان ربنا وعد ابراهيم انه دي له نسل امتى ده له نسل في الوقت المناسب في ملء الزمان ربنا كان عايز يحول هموم يوسف الصديق الى خير لكن امتى حول الشر المحيط به الى خير في الوقت المناسب انتظر الوقت المناسب اللي بيلح في وقت غير مناسب بيتعب نفسه وبيتعب اللي بيلح عليه انتظر الوقت المناسب حتى لما تكون عندك مشكلة تقول للمشكلة وقت ولحل المشكلة وقت لكن تقعف تقول لازم تتحل دلوقتي بتتعب روح لحل المشكلة وقت في مشاكل عايزة وقت على بل بتتحل في مشاكل عايزة وقت على بل بتتحل ما تبقاش انت متسرع انتظر لم يجي الوقت المزبوط لما ربنا اراد ان يسكن اليهود في مكان قال لهم لسه كأس الاموريين ليس كاملا لما يكمل كأس الاموريين ابقى اخلصكم من الايه من الاموريين لسه الوقت ما جايش كل حاجة عايزة وقت وفيه حاجات وقتها جاه لو سبتها تبقى راحب عليك زي ما بيقول لك اطرق الحديد وهو سخر الحكاية مناسبة وجه الوقت يبقى لو ضيعته انت اللي ماشي مش مزبوط فالانسان الحكيم عيناه في رأسه واخر باله من مسألة الوقت زي تلميز ما يذكرش غير في الشهر الاخير من الامتحان انه هو ده وقت ده انت تذكر من اول اكتوبر من اول شهر تقول لكل شيء تحت السموات وقت لا هنا الكلام ده ما ينفعش فيه مسائل الواحد ينتظر لوقتها المناسب وفيه مسائل اخرى لكل شيء تحت السموات وقت فيه اشياء لها كل الوقت زي الصلاة مثلا ممكن تصلي في كل وقت مع ان فيه اوقات محددها كنيسة زي باكر والتالتة والستسة والتسعة والغروب واللوم الى اخرج لكن ممكن تصلي في كل وقت كل وقت صالح للصلاة كل وقت صالح للتوبة كل وقت صالح للفضيلة كل وقت صالح للمصالحة مع الله ما تقولش لسه ما جاش وقته لما عجز شوية وافضل ربنا صدقني لو استنيت لما تعجز هتلاقي الخطايا تحولت فيك الى طباع ومش قادر تسيبها فرق بين انك انت حدت عشب تخلحها من الارض تبقى سهلة وفرق لما تنتظر لما العشبة دي تبقى شجرة وضخمة والجدر قد كده والفنتير قد كده تقلحها ازاي دي وبعد انت تحول الى طبع ثابت مش قادر تسيبها في حاجات ليها وقت وحاجات ليها كل الوقت الفضيلة دي ليها وقت ليها كل الوقت ثمار الروح القدس دي ليها وقت ليها كل الوقت في حاجات مش عايزة تأجيل وقتها دي الوقت زي ما بيقول الرسول انها الان ساعة لنستيقص انها الان ساعة لنستيقص مش ننتظر الوقت جايز انت تنتظر لما يجي الوقت والوقت ما ينتظرك شيء الدنيا بتجري الدنيا بتجري زي يقول لكم حاجة اولاد صغيرين زاكرتهم بيضاء وممكن يتحط فيها كل حاجة تيجي انت تسيب الفرصة دي فرصة الزاكرة وما تحفزوش ايات ما تحفزوش تراتيل ما تحفزوش قصص وتستنى لما يكبر لما يكبر هيبصي لقى دروس ومدارس ومقررات وشوارع وأغاني وهيسة مخه مش فاضي يبقى انت ضيعت الوقت ضيعت الوقت اللي ممكن تغرس في الطفل كل حاجة ويقبلها في سن التسليم وسن الزاكرة البيضاء وسن التقبل لكل شيء تضيعه وبعدين يقول لك فين تستنى لما يكبر وهو يقول لك ان العلم في الصغر كان نقش على الحجر والعلم في الكبر كان نقش على الماء فيه فرق كل حاجة لها وقتها فما تضيعش فرص ساعت ربنا يحط لك فرص أمامك ويقول لك دي ليه هو وقتها الوقت تضيع الفرصة راحت منك جايز وقت تجيلك فيه زيارة من زيارات النعمة استفدت منها بقت عالي العالم ضيعتها راح الوقت تدور على الفرصة التالية تلاقيهاش مش في كل وقت بيجيلك زيارة النعمة علشان كده الكتاب بيقول انكوا افتقدوا الوقت لان الايام شغيرة استفيد من الوقت اللي انت فيه استفيد من كل شعور معاك لانك لا تضمن الايام شغيرة وحاول انك انت تكون حكيم في معرفة الوقت المناسب لكل شيء حكيم في معرفة الوقت المناسب لكل شيء قالوا الاستير شوفين ده حل احسن هنضيع قالت له من صلولي ان ربنا يبعث لي وقت مناسب اقدر اكمل اكلم فيه الملك لاني مش كل وقت اقدر اكلمه وربنا بعت لها الوقت المناسب فاستغلته استغلال طيب فليعتقوا من رب اوقاتا هنية اتفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة